موسيقى اهلا بك اهلا بك يا سيد محمد طبعا احنا كان لنا حلقة قبل كده مع بعض واتكلمنا مع بعض عن قانون وقف الترخيص لمدة 6 شهور فبداية كده النهاردة هنتكلم في موضوع اللهم صلى الله عليه وسلم اللي هو التصالح قانون التصالح جديد اجراءات التصالح وقانون التصالح هنبدأ الاول بس بسؤالنا للحاجة حجازي بما انك في المجال الاستثمار العقاري ايه الاضرار اللي تسبب فيها قانون وقفة الاعمال او وقفة ترخيص لمدة 6 شهور تحكينا عن تجربتك الشخصية كده وايه الاضرار والمشاكل اللي وجدتك وبعد القانون ده بالزبط بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اهل وصحبه اجمال بداية كده طبعا احنا عارفين ان مجال السمار العقاري يعتبر من مقاومات الاقتصاد المصري وان السوق العقاري في مصري قوي جدا وان الدولة بتشجع دائما الاستثمارات بالذات الاستثمار العقاري لكن قرار السيد وزير التنمية المحلي القرار اللي هو بوقف الاعمال ووقف الترخيص اكيد طبعا اكيد اثر علينا احنا كشركات استثمار العقاري سواء شركات كبيرة او شركات صغيرة او مؤولين اثر علينا بالسلب واثر برضا على فصيل كبير جدا في المجتمع المصري اللي هم المواطنين القائمين على الاعمال دي من صناعية بقى من نجاري من حددين خاصة ان في قطاع كبير قد يتعدى العشرين مليون مواطن شغالين في المجال ده الدولة طبعا تعهدنا عليها ان هي بتوقف طبعا دايما من جنب ابنها كان بيصرفوا منحة تقريبا خمسمائة جنيه للعمالة الغير منتظمة لكن طبعا خمسمائة جنيه ما تكفيش انها تسد احتاجات اسرة لشعر كامل بمجرد القانون وقف التصالح وقف الترخيص ده المدستشهور اثر على المنظومة ككل من اول تاجر الاسمنت والحديد طبعا كله واحنا برضك شركات مرعقاري النهار دا كلنا تعاقدات مع مواد بناء اساسا من وقت مواقف وقت طلع القرار ده احنا كده المواد البناء ده طبعا نحن نخزمها نحن نجيب نموزك في المجال شغال بنفسه عشان يعني يوصل برضو اه للناس ايه او للدولة او القانون ده او القرار ده ايه المشاكل اللي وقت عليكو او ايه الاضرار عشان نوصل الصود ده للمسؤولين في المسؤولين نحن نوعي تريدنا بالفعل بقول لحضرتك ان احنا متعاقدين على مواد بناء النهار دا من وقت ما طلع القرار ده اضطرين ان احنا مواد البناء ده نفسح تحاقدنا مع الشركات دي غير العمال اللي عندنا غير العمال اللي عندنا غير العباء اللي هي بتواجهن غير النهار دا النهار دا اي حد باني مثلا عمارة او منشأة اه متعاقد مع العمل بتوعه في تواريخ تسليم معينة النهار دا لو ما سلمش الوحدة دي في التاريخ دا فيش شروع الجزائية حتوق علينا من ناحية العمال بتاعتنا فده كلها طبعا اضرار بجانب النهار دا فيه مواطنين كتير جدا احنا المفروض ان احنا كده بنخلق بطالة في السوق المصري احنا كده بنخلق بطالة في السوق المصري الناس دي هتروح فين الـ 500 جنيه اللي كانوا بتصريفها الدولة العاملة زر منتظمة ما تكفيش طبعا طبعا دا أسرة كاملة 500 جنيه النهار دا اذا كان عامل او صناعي بيطلع كل يوم مثلا بيجيب له 200 جنيه او 150 جنيه النهار دا مفيش فاحنا كده بنخلق بطالة تاني في السوق المصري احنا عايزين بناشد يعني وزير التانمية انه ينظر للقرار دا تاني من جديد وعلى اقل على اقل خالص ان احنا المنشآت اللي هي طالع القرار بس احنا برضو تكلمنا معنا سيد محمد قبل كده في القرار دا ايجابياته ايه وليه تعمل في التوقيت دا تحديدا وكنا اكيد السادة المشاهدين لو تابعونا عارفوا بالزبط ايه الموضوع ما فندي النهار دا معلش القرار دا اساسا يعني فيه فساد في المحليات يعني طبعا لا دا موضوع كبير ومحتاج يعني وراء كل مخالف موظف يعني احنا فاحنا عايزين الحكومة الاول تفلتر المحليات لان وراء كل مواطن مخالف مواطن موظف فاسد ومرتشي فخلينا واقعين يعني هنروح للسيد محمد وعايزين نتكلم نهار دا زي ما قلنا في قانون التصالح اشرح لنا قانون التصالح بطريقة بسيطة بحيث يفهمها المشاهدين وايه الحالات يجوز فيها التصالح اتفضل فانديك اوضح لنا اهنا مساهنا بستاذ حجاز اهنا مساهنا بكم هو الحقيقة المرة اللي فاتت نسينا نبريك لك المرنامج ولس الحمد لله انت هنا جتنا مراضي عشان كان نرد بفعل كان حلوى من جميل على فكرة كان فيه تفاعل كثير على الوضوع كان هناك فعل وكان فيه رد بفعل برضو على الحالة بتاعت السباح اللي فات بتاعت الادمان كانت رد بفعل لمشاء الله وانحنا نبرك لك احنا نسينا بس عشان برضو ألف مبروك على الجرنان الجديد وخبرها لك برضو القانون التصالح ده أنا من وجهة نظري هو طوك نجاه للمخالف المواطن مخالف المسكان وفرخة بتبيض ذهب للحكومة بمعنى إن المواطن الحكومة رمضت له طوك نجاه عشان يقنن ويشرع عن مخالف اللي عملها والحكومة هي فرخة بتبيض لها ذهب هو فيه كده يعني دراسة بتقول قيمة مخالفات البناء دي ممكن تجيب للحكومة 300 مليار جنيه احنا مبارح سمعنا سيدة رئيس الوزراء بقول لك عشان أصلح لعشوات الحصل في بلد أنا محتاج ماتن من الإراض فعنا بيتهالي إن الحكومة ممكن تاخد فلوس دي تصلح لعشوات موجودة الفترة الفاتت اللي احنا كلمنا عنها الفترة الفاتت خبر حضرتك ولكن القانون ده برغم أنه كويس وحنا نتكلم فيه كلام زي كده ولكن يعني كانت الحكومة ممكن تبصف لجراته كتر مكاد وفي نفس الوقت تطول من نجال المواطن المواطن عنده شيء مخالف وحضرتك الحكومة يقول له أنا حقدم لك الشيء المخالف ده ولكن المواطن مش عايز يمسك في سوق من هذا الجدأ فقانون التصالح ده أخبرك كانت عمل قانون تصالح سنة 2019 وتعدد بالقانون واحد سنة 2020 أخبر حضرتك ونص على مجموعة مخالفات أخبرك اللي يجوز فيها التصالح المخالفات اللي يجوز فيها التصالح والتي لا يجوز فيها التصالح يعني يجوز التصالح في كل المخالفات معادة 8 أنواع المخالفات لا يجوز فيها التصالح يعني مش كل الحالات بيتم فيها التصالح لا يجوز فيها في كل الحالات أول حالة هي الأعمال المخلط بالسلامة لإنشاء المبنى يعني لازم المبنى يكون قائم يكون السلامة الإنشاء بتاعته سليمة أساساته سليمة أخبرك ما يكونش المبنى تبدأ دور الإشراف من الحي أو من الإشارة المسؤولة عن المبنى أخبرك أخبرك يعني يمكن شوفنا بتاني كان فيه فيديو من فترة وريبة صح وكان فيه إزالة لعمارة وحصل كرسة يعني العقار وقع على العمارة دليل عليه أن المبنى ده مش مبني بطريقة سليمة وبرضو برضو أو الأسلوب اللي تم بي إزالة المبنى برضو غلط يعني ده أداء نتكلم في كده لازم لازم كان يعني أنت بتكلم صحيح لازم كان يشوفه هل المبنى ده ما فيش تأمين المبنى ده يعني دي سلام الإنشاء بتاعته سليمة مش سليمة كم زيك الحاجة التانية تتعدي على خطوط التنظيم وحقوق الاتفاق المقررة ما لم يوافق أصحاب الحق يعني خطوط التنظيم يعني دلوقتي بتقول للإستاذة المشاهدين على الحالات اللي ما بيتمش فيها اه اه اتعدي على خطوط التنظيم او حقوق الارتفاق ما لم يوافق صحاب الحقوق ايه هي خطوط التنظيم خطوط التنظيم تعرف حضرتك إنما بتيجي تبني عمارة لازم كل العماء في الشارع بطبع مستوى واحد ما حد يش يطلع ما حد يش يطلع وخبالك فأنت لو تعديت طلعت لا يجوز اتصالة ولكن تعاد على خطوط التنظيم ده ما ايصرش جامد على الحالة مثلا ممكن انكم تعدي 100 و 5 متر في الرصيف كده فما تأصرش جامد يعني لو جاه الإدارية وفقد على التصالح على التعاد على خطوط التنظيم توافق حقوق الارتفاق ده ده بين الاشخاص طبعا حقوق الارتفاق قطير حق المرور وحق المروى وحق الماسكة وحق العلو حق العلو اللي هو من ضمن حقوق الارتفاق حق الارتفاق اللي هو ايه ان انت ممكن واحد يبني فايدار عليك يعني يا أخي بل حضرتك فانت من هنا هنا كده لا يجوز بس لو وافق الراجل صحب الشأن فينه يجوز التصالح صحب الشأن اللي هو الصحب الشأن اللي هو مضرور فانا يجوز التصالح فين تجيع بصعي يا أخي بل حضرتك الحاجة الثالثة المخالفات الخاصة بالبياني والمشاة زي تطراز المعمار المعين أخي بل حضرتك يعني ايه انت عارف مثلا حابق ننزل تشوف القرار الخدوية مثلا هنشوف دي طراز معمار معين يعني زي أصل برون فلا يجوز هنا أنه نحن نتعرف صالح الحاجة الرابعة قيود الارتفاع الخاصة بسلطات طيران مدني أو التجاوز متطابعة شرون الدفاع المدني يعني انتعرف حضرتك سلطات طيران مدني بقبلها قيود الارتفاع مثلا بجرن الورايب المطارات ولا حاجة عشان هبوط الطيران فهنا لا يجوز تصالح حاجة زي يعني انت أخذت الارتفاعات أكتر من كده أو الدفاع المدني الدفاع المدني انت لازم إيه حصل حريق في دور معين فلازم يتوب عندك الهيئة بتاعت الدفاع المدني مثلا توصل للحريق ده فما تجيش تبنيل عمارة الجامعة وانا عندي المعدات ما توصلش فهنا لا يجوز تصالح على حدود الدفاع ده أو مثلا مرة ونص عرض الشارع يعني انتعرف حضرتك عشان ترتفع يبقى مرة ونص عرض الشارع بتجيش يبقى عندنا عمارة مرة ونص عرض الشارع خامس حاجة اللي هو المباني على أراضي المنبوقة للدولة إلا إذا قلنانا صاحب الشائع انتعرف حضرتك كم الفترة فاتت فيه تقنين وضع يدك على بلا فترة وضع أرض دولة فالدولة جات فتحت قرار للتقنين فهنا لو انت قدمت ما يفيد انك انت قدمت طلب بتقنين تلك الأراضي فيجوز لك انك تصالح لو ما قدمتش ما قدمتش ما يفيد فيك رب تقنين فلا يجوز لك تصالح الحالة السابعة اللي هي التعدي على حرم النيل والأثار هنا لا يجوز فيها الجهاتين دولة خلالة الحالات كتير في السكة الحديد في جهة لا 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 الآثار والنديل حماية نهريني حماية نهريني دولة لا يجوز فيها الحالة السابعة الحاجة سمع الأماكن اللي هي لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم يوافق برضو الجهة لدارية يعني فيه أماكن مثلا مخططة مثلا بشكل معين بحاجات معينة هنا لها جوز التصالح فيها إلا زوافقة الجهة لدارية الحاجة التمنية البناء خارج الحوزة الأمرانية وخذ بحاجاتها يعني بناء خارج الحوزة الأمرانية يعني بناء على أراضي زراعية ولكن هنا برضو المشرع استثنى في تعديل القانون استثنى 3 حالات من البناء على الخارج الحوزة الأمرانية أول استثناء لهذا المشروع زاد نفع عام يعني زاد نفع عام يعني الدولة هي اللي بتعمله وخبالك هنا يا جوز هنا المشروعات الرقومية المشروعات زاد للحوزة الأمرانية داخل حاجة الكويتة لسكنية المتأخمة للأحوزات العمرانية يعني يا إسه محمد يعني في إحضارك إحنا عند الوقت عندنا أحوزات العمرانية ولكن في ناس بنت خارج الأحوزة العمرانية دي تباد كتلة سكنية محددة ولكن التصالح هنا في الأخارج ده لازم دي شرطين أول حاجة يبقى في مبنى كامل في كهرباء ومية ونور وكل حاجة مبنى كامل مثلا العجل قاعد فيه باله فترة باله وسنين وبرس هو خارج الحيزة العمرانية ثاني حاجة الأرض المبنية عليها أصبحت لتصلح الزراعة فهنا كده يعني أنا لو هديته كده كده الأرض ما أصبحت مش صارح الزراعة فكده أنا خارجي الأحواز العمرانية في حاجتين المشروعات ذات النفع العام يعني ليس سناء أو المباني المتأخمة للأحواز العمرانية ده ده اللي هو إيه الحالات التي لا يجلس طب إيه إجراءات القانون نفسه قانونة صالح هو إجراءات قانونة صالح واختبارك يعني يعني واحد مخالف عازة صالح إيه إيه إجراءات اللي بتتم أول حاجة لو عنده مخالفة يجب أن يقدم دليل المخالفة تمام دليل المخالفة ديت أخي بعتقدتك داخل الحواز العمرانية لشهر 7-2019 خارج الحواز العمرانية شهر 7-2017 يعني عما تذكر يعني يقدم دليل المخالفة ديت إيه بقى تقديم دليل المخالفة مثلا إفرده هو مدخل عام المخالفة بسم داخل كهرباء وماء ونور واختبارك فيجيب تاريخ إدخال كهرباء وماء ونور أخبارك فيه محضر معمول مثلا يعني أنت عمله محضر مخالفة أثبتت أن فيه مخالفة طب هنروح للسرس حجازي هل القانون ده كان فيه جدوى منفعة هو فيه منفع أن أنت النهاردة بتقنن وضع مخالف طب فيه أضرار وقعت عليكم برضو لا مش أضرار لكن احنا بنتكلم عن الإجراءات نفسها الإجراءات طبعا طويلة على المواطن النهاردة أن أنت الأول بداية بتروح تقدم تقريبا في الحي وبعد كده بيطلب منك رسومات هندسية عايز توديها المكتب استشاري والمكتب استشاري يعني المشاكل بس في الإجراءات طول الإجراءات طول الإجراءات ده طبعا بيأخذ وعاد فتبص لأن أنت عدمت طلب تصالح مثلا عشان يخلص بيأخذ شهور بس قانون تصالح ككل مفيد وفيد جدا لأن أنت بتقنن وضع مخالف أنت النهاردة خلاص بقيت راجل ساكن مثلا في مكان في بيت أو في شقة كنت مخالف فيها الأول النهاردة طبعا بيطلع لك رخصة مباني قنن وضعك يبقى الدولة استفادت وانت استفادت وانت كده ما بقتش مخالف بيطلع لجراءات أن أول حاجة تقديم أو إثبات تاريخ المخالفة إثبات تاريخ المخالفة ديت وبعد حاجة قلنا بمحضر عددك 400 افرد مثلا عمل توكيد لحد تاني بعد كده بتاخد سند الملكية سريعا بس تاخد سند المواطن بتاخد سند الملكية وبتاخد صورة البطاقة ولو محامي بتاخد توكيد للشهر طبعا بيطلع لش زبط أنا معلش عشان وقت بس الحلقة بتاعتنا ففاصل وهنرجع لكم